اجتمع الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع سيد كيفين ستيت محافظ ولاية أوكالاهوما وبحث الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة العلاقات التجارية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والفرص التجارية المتاحة في إطار التعاون الاستماري والتجاري مع ولاية أكالاهوما مشيرا إلى أن هناك المزيد من الفرص والمجالات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون الاقتصادي خاصة وأن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية في كافة مجالات التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين وتطرق السفير خلال لقاء العدد من الموضوعات ذات الصلاة بالأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى دراسة عقد اتفاقات توأمة بين مدن ولاية أوكالاهوما ومدن مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر